كلنا عارفين أن في الأوقات اللي بيحصل فيها توطرات وضغوط اقتصادية بيكون الأفضل هو التحوط ضد أي مخاطر ممكن تحصل وعلشان كده ناس كتير بتدور على أنها تحافظ على فلوسها وتستثمرها وما فيش أحسن ولا أطمن من الشهادات واللي بتطرحها البنوك تعال أقولك بقى على أفضل الشهادات دي أنا قيل وليلي كامل معي الفيديو للآخر علشان تعرف كل التفاصيل أول شهادة معنا هي شهادات البنك الأهلي وللحقيقة بتتكلم عن نفسها خصوصا يعني الشهادات الإدخارية بالعائد الشهري 22% الشهادات دي بيزداد جزبت عدد كبير من المستثمرين والمواطنين وده لأنها بتقدم لهم فرصة ما تتعوضش لاستثمر فلوسهم بطريقة آمنة ومرباحة في نفس الوقت وده لأنهم بيختاروا ما بين الشهادة بعائد شهري 22% أو الشهادة بفايدة شهرية توصل لـ 19% الشهادة الأولى بتكون سبت المدة 3 سنين بسعر عائد 19% سنويا وبيتصرف العائد كل شهر أما الشهادة الثانية بتكون متنقصة لمدة 3 سنين وده بسعر عائد سنويا 22% لأول سنة 18% في السنة الثانية و16% في السنة الثالثة برضو العائد بيتصرف شهري تقدر تحسب عائد 20 ألف جنيه في شهادة 19% وده بإننا نضرع بـ 20 ألف في 19 واللي هيدونا 380 ألف جنيه هنقسمهم على 100 هيساوي 3800 جنيه هنقسمهم على 12 علشان نعرف العائد الشهري هيكون كم بالزبط واللي هيوصل لـ 316 جنيه في الشهر المميز بقى في الشهادة دي إنها بديلك العائد كل شهر نجي بقى لبنك مصر واللي بيقدم شهادات الدخار بسعر فايدة بتوصل لـ 22% وأسعر الشهادات دي بتبدأ من 1000 جنيه بس من ضمنهم شهادة ابن مصر والشهادة للدخار بالعائد السابت لمدة 5 سنين والشهادة للدخار بالعائد السابت لمدة 7 سنين والشهادة الثلاثية بالعائد المتغير السنوي والشهادة الثلاثية بالعائد المتغير أربع سنوي وشهادة الاختيار بالعائد التراكمي بتختلف شهادات بنك مصر حسب سعر الفيدة وسعر الشراء وقيمة الشهادة تقدر تدخل بنفسك على موقع البنك الالكتروني وتختار الشهادة المناسبة لك كمان بنك مصر بيقدم حسابات توفير بعائد مميز وبيطرح أوعية دخارية بعائد تنافسي مميز زي شهادة أرد الجميل للعملاء فوق 60 عاما وده بقى غير انه طرح شهادة بأعلى عائد السوق المصرفية ب66% وده المدة 30 سنين واللي تقدر تصرفه في نهاية مدة الشهادة عنده كمان شهادة الادخار الجديدة من البنك العربي الافريقي واللي بتقدر تشريها من اول 5000 جنيه ومضاعفات الالف جنيه بدون حد اقصى الشهادة دي مدتها 30 سنين بنسبة فايدة 65% وبتقدر تستلام العائد في نهاية مدة الشهادة الجميل ان شهادة الادخار البنكية الجديدة طرح البنك للأفراد فقط وبالجنيه المصري لو عاوز العائد مقدما يبقى تختار شهادة الادخار الثلاثية بعائد 40% واللي ترحى البنك العربي الافريقي الدولي واللي بيكون مدفوعة مقدما لكل العملاء مدفوعة مقدما لكافة العملاء من الافراد مدة الشهادة دي 3 سنين والحد الاقصى لشراءها هو 5000 جنيه ومضاعفتها المفاجأة بقى انك ممكن تاخد قرد بضمان الشهادة دي بالنسبة 50% من اصل مبلغ الشهادة في النهاية بقى ها قلولي دلوقتي لو معاك وارشين على جن هتختاروا اي شهادة من دول شاركوني برأيكم في التعليقات